اشتركوا في القناة لكن أي خفة في هذه الطابقة التي أخف الطبقات عذاب أخف عذاب في أخف الطبقات عذاب أخف عذاب أن ينعل بنعلين من نار يفور لهما دماغه هذا أخف في أخف طبقة أخف عذاب في أخف طبقة هذا أخف عذاب لا إله إلا الله لا يطاق يغل الدماء من حرارة النار من علينا عوذ بالله من غضب الله هذا أخف شيء اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأهلنا وأولادنا ذرياتنا وهل مجمعنا ومن يسمعنا والمؤمنين والمؤمنات يا خير مجير هذه الطبقة مخصصة بعصاة الموحدين من ماتوا عنده إيمان ولكن عليهم ذنوب وسيئات لم تغفر لهم لم يعفوا الله عنهم فيها فيعذبون في هذه الطبقة التي تستمر من بعد دخول الناس إليها إلى مقدار سبعة آلاف عام فيخرج هذا الذي أدخل إلى النار بعد سبعة آلاف عام آخر من يخرج من النار فإذا أخرج أمر الله تلك الطبقة أن تتلاشى فتنتهي فتوصد الست الطبقات على أهلها إيصادا لا يطمع أحد في الخروج إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة هذا آخر من يخرج من النار جهينة الذي يقول عنه أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين عاد الناس يجون من النار وآد في أحد من أهل الإيمان من المعذبين بقدر معاصيهم وذنوبهم التي لم يعفوا الله عنها ولم يشفع فيها أحدا من أنبيائه ولا العلماء ولا الشهداء وأوليائه سبحانه وتعالى فعلى قدر ذلك يعذبون هذا شان المحكمة الكبرى ثم يعودون إلى الجنة ولو كان مثل هذا جهينة الذي عنده مثق ذرة من إيمان فقط يموت عليه يموت عنده في قلبه مثق ذرة من إيمان ويخرج منها لكن بعدين يخلد في الجنة بعد شدة ثم يخلد في الجنة بعد ذلك ويرام على عمرات رضونا سمعته لكن بعد تعب شديد اللهم أجرنا من النار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر